مرحبا كيفكم طلاب صف الخامس طلاب صف الخامس في عندنا الوحدة التاسعة بتحكي عن القياس صفحة 28 بدي أحكي لكم معلومة هاي الكل ينقلها وراح تقول للوحدة هاي كاملة فالجميع يركز معي وينقل هاي المعلومة ويخليها قدامه في كل درس في كل حل سؤال بحكي لك ميس لما أنا بدي أحول من أي وحدة لأي وحدة بدي أحط درجة الوحدات عندي أول درجة بحكي لك عندي الطن لا كيلو جرام لا اللي جرام بحكي لك يا ميس درجة الوحدات هاي بيكون من أعلى وحدة إلى أقل وحدة إذا حولنا من أكبر وحدة إلى أقل وحدة بنضرب إذا حولنا من أقل وحدة إلى أعلى وحدة بنقسم هذول الوحدات عشان أنا أحول ما بينهم يا بضرب بألف يا بقسم على ألف يعني بدي أحول من طن لكيلو جرام نازل نزول بضرب بألف من كيلو جرام لقرام بضرب بألف بدي أحول من جرام لكيلو جرام بقسم على ألف ومن كيلو جرام لطن بقسم على ألف عندي كمان درج عندي اللتر والمليلتر اللتر أكبر من المليلتر اللتر في ألف مليلتر نفس الشيء إذا حولت من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بضرب وإذا حولت من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة بقسم اللتر أكمن في مليلتر فياته ألف إذن يا بقسم يا بضرب على ألف يا بضرب بألف يا بقسم على ألف طيب في عندك وحدات يا ميس نعم وحدات المسافة في عندك درج وحدات المسافة عندك الكيلو متر عندك المتر عندك السانتي متر وعندك الملي متر الكيلو متر في ألف متر المتر فياته ميت سانتي متر السانتي متر فياته عشرة ملي متر حلو؟ إذا بدي أحول من كيلو متر إلى ملي متر حكينا من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة شو بنعمل؟ بنضرب من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة بنقسم لكن هاي المرة على شو؟ على إيش بنضرب ونقسم؟ إذا من كيلو متر لمتر بنضرب بألف من متر لسانتي متر بنضرب في مية من سانتي متر لملي متر بنضرب بعشرة من ملي متر لسانتي متر بنقسم على عشرة من سانتي متر لملي متر بنقسم على مية من متر إلى كيلو متر بنقسم على ألف طيب شو في عندي كمان جدول او درج وحدات في عندي الوقت عندي سنة ويوم وساعة ودقيقة وثانية هيها سنة مبين معي يوم طبعا نير داي ساعة اول دقيقة ثانية السنة اكمن فيها يوم 365 يوم اليوم اكمن فيها ساعة 24 ساعة الساعة اكمن فيها دقيقة 60 الدقيقة اكمن فيها ثانية 60 اذا حولنا من سنة لثانية نزل ننزول ونضرب واذا حولنا من ثانية لسنة ننقسم هاي المرة بنضرب بشو بنقسم على شو اذا حولت من سنة لليوم بضرب هاي نازل نزول من سنة لليوم بضرب في 365 يوم من يوم لساعة بضرب في 24 من ساعة لدقيقة بضرب في 60 من دقيقة لثانية بضرب في 60 بالعكس بدي احول من ثانية لدقيقة من ثانية لدقيقة بقسم على 60 من دقيقة لساعة هاي طلعت لوع طلعت لوع من دقيقة لساعة بقسم على 60 من ساعة لليوم بقسم على 24 ومن يوم لسنة بقسم على 365 وعلى هذا الاساس راح نحل هذا السؤال الثاني يعني الملاحظة عند التحويل بين الوحدات الوحدات هيك الوحدة وحدة القياس هيو وحدات هيك كبيرة الى وحدة صغيرة من وحدة كبيرة وحدة صغيرة بنضرب من وحدة مش مبين معكم من وحدة صغيرة الى وحدة كبيرة من صغيرة لكبيرة نقسم تقسيم هاي الوراء الكليوني قولها وكل الدروس بحطها قدامه هيني حكيت هيني شرحت الكم إياها من الطن والمللتر للتر والكيلومتر للمتر هي كيلومتر قداش في متر ألف المتر قداش في سنتي ألف السنتي أداش في مليمتر عشرة أـ أـ 1110 فهمنا هدولة بين كل واحدة فيهم الكيلوغرام في ألف طن والجرام في ألف كيلوغرام أو الكيلوغرام في ألف سوري الليتر أكمل الليتر فيه ألف فهمنا؟ هاد البرأة أخليها معكم وهلأ أرح أحللكم درسي بحكي لك درسي أولا هيا صفحة كتاب التمارين صفحة 28 بحكي لك 1 3.5 ضرب 10 إذا أنا ضرب إذا بنقل فصل العشرية منزل واحد لليمين هيا هوا بتصير منزلي فاصلي هون شو بتصير؟ بتصير 35 طيب اثنين بحكي لك 4.56 في 100 الضرب بنقل فصل العشرية منزلتين لليمين هاي منزل هي تنتين بتصير عندي 4.56 بتصير هون فصل العشرية 456 هيا صفر 456 هاي ثلاثة 2 4 5 و 4 تقسيم 100 التقسيم منقل فصل العشرية لليسار هكما صفر عندنا صفرين هاي الفصل العشرية هاي صفر هاي فاصلة هاي فاصلة هاي منزلي منزلتين لأنه عندي صفرين إذن بتصير اثنين بوينت 454 حلو؟ هاي خلصنا هاي نجيب هادا الاخضر ونقول له هادا أصفر نجيب الاخضر وبنقول له هاي السؤال الأول هلا بنا أحل السؤال الثاني مع هاي الوراء اللي أنا حطيتها بيحكي لك أربعة عندي خمسة وعشرين منت دقيقة أكمن فيها سيكند الدقيقة بدي أحولها من دقيقة لثانية من دقيقة لثانية أول إشي بضرب من دقيقة لثانية بضرب بستين هاي بضرب بستين قديش عندي هون؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين ضرب ستين طبعا هون سفر ستة في خمسة ثلاثين ستة في اتنين اتناش تلتاش عباطاش خمستاش حلوة لنا هايها صفر ألف وخمسمائة سيكند حولناها من منت لسيكند من دقيقة لثانية نازل نزول إذا منضرب بيشو نضرب بستين قديش عندي هون دقيقة؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين في ستين أعطتني ألف وخمسمائة اللي بعدها هاي خمسة خمسة عندي ثلاث ساعات أكمم فيها دقيقة من ساعة لدقيقة من ساعة لدقيقة هاي ساعة لدقيقة نازل نزول إذا نضرب من ساعة لدقيقة عندي ستين هاي ستين قديش عندي هون ثلاثة ثلاثة في ستين صفر ستة في ثلاثة طمنتاش إذا عندي ثلاث ساعات فيها مية وثمانين دقيقة شفتو كيف التحويل؟ التحويل كتير سهل ميز عندي هون ستة السؤال ستة السؤال ستة بيحكي لك من سبعة سانتي هايها سبعة سانتيمتر بدي أحول لملي متر لملي متر وين السانتيمتر؟ من سانتيمتر لملي متر نازل نزول بما أن الناس نزول أيضا نضرب سانتيمتر أقداش فيها الملي متر؟ عشرة أقداش عندي هون سبعة سبعة سانتيم سبعة بعشرة سبعين ملي متر إذا سبعة سانتيمتر فيها أقداش سبعين ملي متر هون سبعة سبعة بيحكي لك هايها خمسة متر خمسة متر لقدش دا أحولها لصانتيمتر هايها لصانتيمتر من متر لصانتيمتر نازل نزول إذا نضرب المتر اللي صانتيمتر فيها مية إذا نضرب في مية قداش عندي هون؟ خمسة خمسة في مية خمسمائة سانتيمتر خمسمائة سانتيمتر فهمنا؟ هاي عم بحول أنا عالسريح عالسريح بس أنا عم بحل لأنه مفيهاش اشي ثمانية مية وعشرين سانتيمتر مية وعشرين سانتيم الصانتيمتر لقدش دي حولوا لملي متر هو كاتب للملي متر مش أنا من صانتيمتر لملي متر هاي صانتيمتر لملي متر نازلين نزول بحرح قسمان ايش الوحدة اللي نحولنا إلها مليمتر الف وميتين مليمتر فهمنا طب اللي بعديها تسعة صرنا على السريع تسعة تسعة كيلو متر لا إيش دي يحولها لمتر دي يحولها لمتر باجي أنا على هادا الدرجة مسغدير من كيلو متر لمتر نازد نزول إذن أول إشي يضل كيلو متر لمتر فيها ألف ضرب ألف طب أنا قديش عندي هون كيلو متر تسعة تسعة في ألف تسعة آلاف متر إذن تسعة كيلو متر فيها تسعة آلاف متر شفتوا قديش حلو الموضوع طيب هي عشرة ولأنا حاسزي اللعبة عشرة فيها خمستاشر كيلو جرام خمستاش كيلو جرام لا إيش دي يحول الكيلو جرام للجرام طب من كيلو جرام لجرام من كيلو جرام لجرام نازد نزول إذن أول إشي ضرب بإيش نضرب門 بألف هاي ألف تجدربنا بألف لأنه كيلو جرام فيها ألف جرام طب قديش عندي أنا هنا كيلو جرام في عندي خمستاش خمستاش في ألف إذن خمستاشر ألف جرام خمستاشر كيلو جرام فيه خمستاشر ألف جرام طيب سؤال 11 شو بيحكيلي أربعة لتر أربعة لتر أديش فيها ملي لتر اللتر لملي لتر نازل نزول إذن أول إشي ضرب نضرب بقداش اللتر أكام فيها ملي لتر ألف 1 2 3 أداش هنا اللتر هون أربعة أربعة بألف أربعة آلاف ملي لتر إذن أربعة لتر فيها أربعة آلاف ملي لتر هاي سؤال 12 سؤال 12 بيحكي لك أداش طن 2 طن لأش دي حول 2 طن للكيلو جرام نيجي على جدول مزغدير من طن لكيلو جرام نازل نزول إذن ضرب الطن قداش في كيلو جرام ألف قداش عندي طن هون 2 2 في ألف 2000 كيلو جرام 2000 كيلو جرام هيك خلصنا السؤال الأول والتاني الأول والتاني بدي أجي أقلي بسطحتي أجيب صفحة جديدة هرا جديدة هاي بدي أجي أنا أنزل لهون بيحكي لك أكتب بحدات القياس المناسبة 13 بيحكي لك كمس كتلة الفيل كتلة الفيل كايش أنا بقيسها سبعة سبعة بطيقة ليلفيل بالطن 14 ارتفاع عمارة 20 متر أكيد بالمتر لأنه كيلو متر شوارع كيلو متر وملي متر قليل إذن 20 متر هاي 15 ساعة خزان وقود 45 لتر للسوائل نختار لتر اللي هي أل طب 16 زمن البرنامج الزمن 35 معقول 35 ساعة البرنامج لا 5 وقود 30 دقيقة اللي هي منت صح ولا لا صح السؤال اللي بعدي أجد مساحة كل مما يأتي هاي 17 المساحة المربع المربع أو المستطيل هي بتساوي الطول شو دي نكتب هون الطول في العرض صح 17 بحكي لكم مربع المربع طوله وارضه متساويات إذن 20 سنتيمتر في 20 سنتيمتر 20 و20 شو بتحكي لنا هاي صفرين 2 في 2 400 سنتيمتر بما إنها مربع أو تربيع مساحة إذن 400 100 سنتيمتر تربيع المساحة المساحة بنحكي لها إيش بالتربيع مربع طب اللي بعديها 18 18 مستطيل قديش مساحته 8 في 12 8 سنتيمتر 8 في 12 8 في 2 16 8 في 1 8 1 9 96 سنتيمتر تربيع هاي 18 19 19 19 بيحكي لك والله هال 19 إنه في فكرة بيحكي لك أجد مساحة اللي هاي طب هو طول بالعرض نحن نبين طول بعرض لا طب لو أنا أخدت هذا المربع وحطيته هون صار هات هيك وأخدت المربع هات وحطيته هون نقلته هون وصار هات هيك وصار عندي هذا كامل وهذا كامل مش صار عندنا مستطيل المستطيل هذا ارتفاعه وحدة 2 2 3 طول أو عرضه أو طوله عرضه وحدة 2 3 4 5 6 7 8 فإذا طول بالعرض 3 8 هاي 19 مساحتها ثلاث وحدات في ثمن وحدات قديش تعطيني 24 وحدة مربعة بدل تربيع رح نحكي وحدة مربعة هيك خلصنا درس كتابة 80 صفحة 28 يعطيكم ألف عافية